نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين أحييكم بتحية الإسلام في برنامجكم أخلاقنا والواقع عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته رواه الإمام المسلم في صحيحه القناعة قالوا عنه أنه كنز لا يفنى الحديث حول هذا الموضوع معنا الدكتور حسن خطاف دكتورة في العقيدة الإسلامية نائب عميد كليد الشريعة في جامعة حلب سابقا أهلا وسهلا بكاته حياكم الله مرحبا دكتور حبث أن نبدأ من المقصود بمعنى القناعة وهل القناعة كما يتصور البعض أنه فقط منوط بالفقير؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كلنا نعلم أن القناعة هي الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى وعدم التشوف لما في أيدي الناس هذه هي القناعة باختصار أن يرضى الواحد منه بما قسم الله عليه من غير أن يتطلع إلى ما في جيوب الناس أو ما في أيدي الناس لأن هذا التطلع قد يجر إلى أشياء أخرى من الحسد وما إلى ذلك هذه القناعة والحقيقة القناعة ليست مرتبطة بالفقر يعني الكثير من الناس اليوم كأنهم يطلبون من الفقير أن يصبر وأن يكون قانعا وخاصة الأغنياء الأغنياء يطلبون من الفقر أن يكونوا قنوعين نعم حتى لا يطلب الفقراء من الأغنياء ولذلك هم يطلبون منهم أن يقتنعوا لكن الاحتياج إلى القناعة للأغنياء هو حقيقة أكثر من الفقراء يعني ممكن الفقير يحتاج إلى القناعة حتى لا يسرق حتى لا يحسد ولكن الذي نلحظه اليوم أن الغني كلما صار عنده مال كلما زاد جشعا هذا طبعا بشكل عام وليس بشكل كلي ولعل من أسباب الثورة الذي حصل في ثورتنا من أسبابها كان انتشار الرشاوي كما تعلمون بنطاق واسع من أهم أسباب الرشوة أخي عدم الرضا بما تأخذه أنت يعني صاحب المحل لا يرضى مثلا بدخله والتاجر لا يرضى والموظف لا يرضى والشرطي لا يرضى دائما يتطلع إلى المزيد إذن عينه حقيقة عينه جائعة من هنا نحن بحاجة إلى يعني الأغنياء بحاجة إلى القناعة أكثر من الفقراء من جهة أخرى عندما نرى فقيرا أخي إذن ينبغي أن نرأف عليه وأن لا نطلب منه فقط أن يكون قنوعا لأن كثيرا من الناس يعني يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعافف لا ترى عليه علامات الاحتياج علامات الفقر من هنا يعني ينبغي أن نقف معهم ولا سيمي في الثورتنا أولئك المرابطون الذين نتظر عليهم علامات الاحتياج نعم وهذه كثير ما وصلتنا من النماذج خاصة من المجاهدين الصادقين على الثغور لا يجدون في بيوتهم ما يسد رمق أطفالهم فنريد أن نستغل هذه المحطة من أجل توجيه رسالة إلى الأغنياء أخينا مسؤوليتهم يعني الرسالة حقيقة يعني علينا أن ندرك أن هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى وأن هؤلاء المجاهدين ضحوا بأنفسهم وقدموا كل شيء من أجل الله أولا ثم من أجلنا أخي لا يعقل اليوم والله نحن الآن مثلا كل واحد منا في عمله في مصنعه في مجره في محليه في كذا وذاك المرابط بيد يمسك السلاح ويفكر في نفس اللحظة برغيف الخبز لعياله وهذا موجود هذا موجود حقيقة إذن علينا هنا أن ندرك أن التكافل الذي تحدثنا عنه سابقا هذا جزء من التكافل ينبغي أن تكون هناك مؤسسات أو على الأفراد أخي ربما يكون ميؤوسا إيجاد مؤسسة مثلا ترعى هؤلاء نظرا لكثرة الاختلافات وما إلى ذلك ولكن على الأقل يمكن أن تكون هناك بضعة أشخاص ستة أو سبعة أو خمسة أو عشرة يشكلون هيئة أو رابطة فيما بينهم يعني لسد عوز هؤلاء نحن الآن الملاحظ أن الفقراء سواء كانوا مجاهدين أو مدنيين أو أي أناس أن الفقراء هذه الملاحظة كثير ما يتكلم عنها بعض الناس يقول أن الفقراء حقيقة لهم هم قنوعين الفقراء بينما الأغنياء هم غير قنوعين ما رأيك؟ يعني هذا ما ذكرناه سابقا أن الغني يحتاج إلى قناعة أكثر من الفقير يعني الفقير نقول له مثلا اقتنع يكون قنوعا من أجل أن لا يسرق من أجل أن لا يحسد من أجل لكن الغني كما ذكرنا في المقدمة الغني يعني تشوفه إلى المال وطلعه إلى المزيد وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وفي غيره لو كان الابن آدم واديا لو أن الابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له إثنان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب وكأنه كما في الحديث الآخر يشيب المرء أو يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان الحرص وطول الأمل فيبدو أن الحرص كلما أصبح الرجل غنيا أكثر كلما كان حرصه على جمع المال أكثر ولعل هذه يعني فطرة في الإنسان طيب يوجد شيء اسمه قصد القصد يوجد شيء اسمه قنع ما هو الفارق؟ القصد هو الحد الوسط القصد في التصرفات هو لا إفراط ولا تفريط هذا هو القصد القناعة هي ما دون الكفاف عندما تطلق القناعة حقيقة يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ لأن القناعة أحيانا هي فقر ولذلك كان يتعوذ من الفقر القصد هو مرحلة وسط أخي يعني بين التصرفات مثلا الكرم هو قصد بين إصراف وبين بخل مثلا الشجاعة هي قصد حقيقة قصد بين الجرأة الزائدة التي توقي صاحبة في المهالك وبين الجبن فالقصد في التصرفات هو وسط بين إثنين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما عال مقتصد نعم يعني مفتقر مقتصد طيب فوائد القناعة يعني ربما الغني ربما أن لا يقتنع من أجل أن يخرج سواء زكاة ماله وسواء الصادقات إلا أن يقتنع بفوائد القناعة يعني يكفي أن من فوائد القناعة أخي أنها يعني تجعل الإنسان راضيا بقضاء الله وقدره هذا أمر مهم جدا يعني الذي لا يقتنع عنده كأنه عنده شك في يعني في توزيع الله سبحانه وتعالى وفي رزق الله للناس إذن من فوائدها من فوائدها أنها فيها كمال للإيمان من فوائدها أخي أنها تسحب ما يجيش في الصدور من حسد ومن تطلع لأعين الناس يعني اليوم الذي لا يقتنع عينه يتربص بفلان وفلان فلان يأخذ راتب كذا وفلان يأخذ مال كذا وفلان يملك مثلا أيقارا وفلان بينما القنوع في هذا لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس وبالتالي هو يشعر بارتياح نفسي يعني لا يشعر بأن هناك شيء يطارده وهو الوصول إلى ما في أيدي الناس أو على الأقال أن يساوي الناس هذا فائدة كبرى جدا أن يكون الإنسان قنوعا بما قسم الله سبحانه وتعالى يحيش مطمئن النفس أخي وإلا سيبقى يلهث من غير أن يصل لأنك كلما نظرت إلى شخص ستجد أن غيره هو أغنى منه وبالتالي لا حد لهذه المسألة لذلك نرى أحيانا بعض الناس نرى كثير يعني يكثر من الغيبة ويكثر من النميمة وهذا أحد النقاط الأساسية في مسألة أن أكون قنوعا حينما أكون قنوعا لا أكون مغتاب حينما أكون قنوعا لا أكون نمم حقيقة أكثر شيء هي مرتبطة بالحسد ممكن مرتبطة بالحسد أكثر من الغيبة ومن النميمة لأن الحسد أنت تحسد ما فيه طبعا الحسد عندنا أنواع وشر أنواع الحسد يعني أن تتمنى زوال النعمة عن الآخرين ولو لم تصل إليك لكن من أنواع الحسد أخي من أنواع الحسد أنك تريد أن تحصل على مال الآخرين إذن يبقى الإنسان جائع أخي لذلك القناعة تشبع الإنسان والغني ليس الغني هو الذي يشبع به الإنسان لا أبدا ربا غني أخي وتراه عريان عريان بمعنى أنه يشعر دائما لا يلبس اللباسه وربما جائع لا يطعم نفسه ولا عياله فدائما يشعر في لهاث وراء الدنيا نذهب إلى فاصل ونعود إن شاء الله أحبات المشاهدين فاصل ونواصل ابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مجددا إخوة المشاهدين أخلاقنا والواقع من أخلاقنا القناعة دكتور حسن خطف في مسألة القناعة بعد أن تكلمنا عن المقصود بالقناعة وتكلمنا عن فوائد القناعة الآن نصل إلى نقطة موانع اكتساب القناعة ما هي الموانع التي تمنع الإنسان أن يصبح مقتنع يعني حقيقة هناك موانع عدة من أهم هذه الموانع هو التشوف والتطلع لما في أيدي الناس فأنظارنا عندما تكون متجهة إلى فلان ابن فلان التاجر فلان الثري وفلان الذي يأخذوا راتبا عاليا وفلان فلان فلان هذا التطلع يجعلنا يجعل في نفوسنا احتياجا وعدم اكتساب القناعة من الأسباب حقيقة التي خربت بيوت كثير من الناس هذا الأمر وأنا أعرف بعض الزوجات أخي كان هذا السبب سببا في الطلاق يعني كانت أسرة محافظة وكذا لكن لما ارتبطت هذه الأسرة مع أسر فيها من الثراء ما فيها أدى ذلك إلى قطع العلاقة بين كثير من الأزواج والزوجات أصبحت هذه الزوجة على سبيل الزوجات كثير أنا أعرف أصبحت تطلع عندما أصبحت تمشي مع زوجات التاجر الفلاني والفلاني وكذا وأخذت ترى في البيت ما لا تراه في بيتها ترى تلك تركب سيارة وهي لا تركب سيارة تمام؟ إذن هذا الأمر في النهاية أخذت تطلب من زوجها تطلب من زوجي أشياء أكبر أكبر من حمله أثقل منه أدى هذا إلى شرخ الحياة بينهم إذن هذا السبب كبير عندما ننظر إلى ما في جيوب الناس هذا السبب يمنعنا من القناعة طيب لكي نكتسب القناعة نحن إذن هناك إذن أن لا نتطلع أن لا نتطلع إلى ما في أيدي الناس مطلوب مني من جهة أن أسعى أن أعمل وهذا الشرع طلبه مني هذا لا يتعارض أخي مع مفهوم القناعة أنا عندي أقتنع بما عندي ولكن لا ينبغي أن أجلس في البيت وأقول أنا مقتنع لا أن أعمل لكني لا أتشوف إلى ما في أيدي الناس وإلى ما في جيوب الناس الأمر الأهم في هذا أخي أن ما يملكه الناس ليس من قياسا عند الله سبحانه وتعالى لا للخير ولا للشر فما يملكه زيد أو عمر أو فلان أو فلان ربما هذا يكون عليه وبالا يوم القيام وهذا يجعلنا أكثر اقتناعا لأن نعلم نحن يوم القيامة أن المال يسأل عنه الشخص من أين جاء به وفيما أنفقه وهناك حكمة بالغ أخي يعني رب فقير لا يصلحه إلا الفقر ورب غني لا يصلحه إلا الغنى بمعنى أن الفقير ممكن هذا الفقير لو كان غنيا لو كان غنيا لربما عاث في الأرض فسادا ونحن ندرك ذلك من قول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لا شك أن هناك حكمة في تقسيم هذه الأرزاق وأن هذه الأرزاق كتبت على الإنسان وهو جانين في بطن أمه إذن عندما ندرك حكمة الله تعالى وأن هذا المال الذي منحه الله ليس مقياسا عنده سبحانه وتعالى لدرجات في الجنة أو لنزول منها عند ذلك ندرك عند ذلك نعلم أن هذا سببا من أسباب القناعة ذكرت سبب من أسباب اكتساب القناعة هل يوجد أسباب أخرى لاكتساب القناعة؟ يعني هي أبرز هذه الأشياء كي نكتسب القناعة الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى هذا يطلب الإيمان بالقضاء والقدر أن ندرك أن هذا المال كما قلت ليس مقياسا عند الله سبحانه وتعالى ألا نتطلع إلى ما في أيدي الناس إذن وأن نتذكر أخي أن نتذكر منهج الصحابة ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا نحن لسنا أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام أخي أبدا أحاشا ولذلك كانت عندهم أنا أريد أن أركض مسألة النبي عليه الصلاة والسلام البعض يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فقير وبالتالي كان قنوع فهل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا كان فقير وبالتالي كان قنوع أخي نحن ندرك أن الفقر الاضطرار ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة ما كان يجود من المال وما كان ينفق من المال حتى ساق مئة من الإبل عندما ذهب إلى الحج كيف يكون فقيرا من يسوق ذلك لكن لما كانت هبات وعطايا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث يعطي كريح المرسلة عند ذلك كانت تمر عليه حقيقة كانت تمر عليه بعض الأيام وما كان عنده شيء فهذا ليس فقرا لأنه هو عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الفقر ومن هنا أخي نفهم أحاديث السيدة عائشة التي تربطنا بمفهوم القناعة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عن جوع أخي وما كان عن احتياج عندما كان تقول السيدة عائشة كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيتنا نار لعل ذلك من أجل أن يربي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون قدوة للصحابة رضو أن الله عليهم هناك من الصحابة من أهل الصف أخي ما كان يملكون شيئا تصور معي لو أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان في كل حالاته هكذا يعني يملك من المال ما لا يملكه الصحابة لكانت النظرة مختلفة أراد النبي أن يكون متواسيا معهم إذن ما كان احتياجه صلى الله عليه وسلم عن فقر اضطراري لذلك يقول ابن السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية يقول لقد رأيت أبي لقد رأيت أبي يقيم من مجلسه من كان يقول بأن النبي كان فقيرا فقرا اضطراريا ثم يقول الابن يقول وهذا الذي علمه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان فقيرا فقرا اضطراريا ولكن لكثرة ما كان يجود من جهة ومن جهة ثانية أن لا يشعر الصحابة بفروق ومن جهة ثالثة أن تتربى هذه النفس كقدوة لنا نحن كانت تمر عليه الصلاة والسلام هذه الأيام تمر عليه هذه الأمور وأدى ذلك إلى فهم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان فقيرا فقرا اضطراريا الآن الحديث يركز على القناعة المالية هل يوجد قناعة بغير المال؟ هل مطلوب مننا أن نكون قنوعين بالعلم؟ هل مطلوب مننا أن نكون قنوعين بالاطلاع على التكنولوجيا الحالية؟ حقيقة المقصود بالقناعة هنا هو الجانب المالي فقط وإلا تلك مطلوب مننا أن نسابق الآخرين وأن نتطلع إليهم يعني أن نتطلع إليهم لا على أن نحسدهم لتزول عندهم لا وإنما على أدنى الأشياء أن نكون مثلهم وهذا ليس مذوما أخي هذا فيه غبطة إذن صناعات الآخرين ومنتجات الآخرين ومكتسبات الآخرين ينبغي أن تكون حافزا لنا لنكون مثلهم يعني اليوم أنا طالب مثلا طالب يعني أقول أخي أنا أقتنع بما حصل وحاصل مثلا على الثانوية أو حاصل على إجازة وذاك الأمر بعيد المنا لا ينبغي أخي أن تكون عندنا همة عالية وأن نساوي الآخرين فرق كبير بين الجانب المالي علما أن الجانب المالي مطلوب مني أنا أعمل أو أنا أسعى لكن التشوف الزائد قد يدفعنا إلى الحسد والتشوف الزائد قد يدفعنا إلى عدم الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى أريد أن أختم بهذه الجزئية جزئية خلاص نحن نكرس معنا القناعة في ذهن الفقير الفقير خلاص أنا عملت اليوم نصف نهار يعني جبت صفات البيض وشفت وجبت معي الرغيف الخبز وبقت البقدونس وخلاص أنا قنوع هل هذه القناعة محمودة أخي سيدنا عمر كما يروى عنه يعني عندما رأى فقيرا هكذا في المسجد يعني ضربه وقال اعمل فإن السماء لا تمطير ذهبا والأرض لا تنبت فضة والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى ذلك الفقير يعني اشترى له قدوما أخي من أجل أن يعمل ذلك أمر آخر نعم ذلك أمر آخر نحن نطلب منه أن يعمل وإلا هذا كسول لا نريد أخي أن نكون أمة في مؤخرة وفي ذيل الأمم لا بل ينبغي أن يكون لنا السيادة في هذا والرئاسة فيها أشكرك دكتور حسن خطاف دكتورة في العقيدة الإسلامية نائب عميد كلية الشريعة في حلف سابقا شكرا لكم لا يسعوني إلا أن أشكركم أنتم إخوتي المشاهدين وأذكركم بما قاله ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب القناعة ويدعو الله عز وجل أن يرزقه القناعة يقول اللهم قنعني بما رزقتني أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن أحيان الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن للحق دعاة ورعاة